هل لازم تنزل للآخر ويلمس صدرك البار بتمرين البنش برس ولا نص نزلة كافية؟ ليش نص نزلة؟ ربع نزلة طيب كافية لبناء العضل؟ احضر للآخر عشان تعرف الجواب طبعا على افتراض انه هدفك بالتمرين تكبر وتجوي عضلات الصدر انبلش بالربع نزلة مشكلة الربع نزلة انه معظم الحمل بيكون على الترايسبس مش على الصدر التراي هي اللي بتخلي الكوع يفرد للآخر مش الصدر حتى لو عم تعصر وتشدع صدرك بالاخير مش كافلة بناء العضل لازم تنزل للآخر وتمزع الألياف العضلية هون الاستفادة بتكون هون صدرك فعلا بيشتغل بتعمل تبزقات خفيفة بالعضلة عشان لما ترتاح ترجع العضلة تبني حالة أكبر وأجوى الاستراتش اللي بيصير على العضلة مع وزن هو اللي بيجبر العضلة إنها تكبر ولكن من وجهة نظر ثانية مش كل الناس جسمها بسمحلة تنزل للآخر بأمان كيف تفحص حالك؟ جيب بار خشب خفيف أو عصاية قشاطة ويمسكه على قد عرض اكتافك ووقف مستقيم وانزل للآخر من دون ما تشد كثير إذا بتقدر تنزل للآخر وتلمز صدرك من دون أي ألم أو مجهود كبير فإذا ما فيش داعة تلعاب لنص نزلة وربع نزلة أما إذا عندك ألم بكتفك أو عم تعمل مجهود كبير عشان تلمز صدرك أو ممكن عندك تقوص بظهرك ومش قادر تلمز صدرك بسهولة فإذا تمرين البنش برس نزلة كاملة مش مناسب إلك وممكن يؤذيك بالحال هاي ممكن تنزل نص نزلة إذا ما بتحس بوجع أو ألم أو ممكن تبدله بتمرين دامبلز أو ماكينات الصدر